اشتركوا في القناة المرصد اكد عن 22 عنصرا من داعش على الاقل قتلوا في مواجهات على حدود المحافظتين السوريتين حلب والرقة وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان المعارك حول تل بغدك هي الاعنف في المنطقة منذ تحرير كوباني شارك فيها طياران التحالف الدولي بضربات في المنطقة امس وبحسب بيان عسكري امريكي فان التحالف شن ثلاث ضربات حول كوباني بين يومي السبت والاحد فدمر مبنى واليتين للمتطرفين المرصد السوري اكد مقتل 35 عنصرا على الاقل من تنظيم داعش الارهابي الاحد في معارك مختلفة مع اكراد سوريين في محيط مدينة كوباني وقال المرصد ان الصدامات وقعت في ثلاثة اماكن مختلفة في محيط هذه المدينة على الحدود السورية التركية والتي استعيدت بالكامل من ايد تنظيم داعش في نهاية شهر يناير الماضي بعد اربعة اشهر من المعارك الشريسة ومنذ استعادة وحدات حماية الشعب الكردي كوباني بالكامل وسعت نفوذها حول المدينة ولم تلقى سوى مقاومة ضعيفة من المتطرفين رمزي المصري العربية